موسيقى يا صباح الفل عليكم وحلقة جديدة من مطبخ الحياة حلقتنا النهاردة في حاجات حلوة وكل سنة انتوا طيبين رمضان على البواب فهنبتجي برضو نعمل لكم حاجات علشان تناسب الشهر الفضيل للتواصل معايا أرقام التليفونات اللي بتظهر على الشاشة تكلموني وتلبوا اللي انتوا عايزينه وأنا عناية لكم ممكن التواصل كمان عن طريق صفحة الفيسبوك الحلقة بتاعتنا بتنزل لايف على الفيسبوك على الحياة تيفي ممكن تتواصلوا معايا برضو عن طريق صفحة الفيسبوك وتطلبوا اللي انتوا عايزينه النهاردة هنعمل وصفات نبتجي بقى في الشربات والسامبوسكات والحاجات دي هنبتجي النهاردة هنعمل شربة لسان العصفور بالتربية على طريقة جدودنا زمان وصفة حلوة جدا وسهلة جدا مقدرنا اين؟ هستعمل كوباية من لسان العصفور مستيكا حبهان لتر مرأة معلقة كبيرة مليانة دقيق وورق لورة ومكعبين مرأة طبعا المرأة اللي احنا عملناها بلكده أفضل بس لو ما فيش هنستعمل مرأة الفراخ ودي من الوصفات القليلة جدا اللي بستعمل فيها مرأة الفراخ يبقى كوباية لسان العصفور فصين مستيكا حبهان لتر مرأة معلقة كبيرة مليانة دقيق ممكن تستعملي لو عايزها أتقل شوية نخليهم معلقتين ورقتين لورة ومكعبين مرأة خلاص أول حاجة بجيب الحلة بتاعتي كده هحط فيها بصوا أنا لسان العصفور بعمله فاتح في الوصفة دي ما بيبقاش غمق خالص بعمله فاتح أول حاجة هجيب شوية سمنة بحطهم مع معلقة صغيرة سمنة مع شوية زيت وبدوب فيهم أول حاجة المستيكا أجي المستيكا والحبهان ورق اللورة المستيكا فصين ما تزاوديش علشان ما تمررش معاكي لأن المستيكا لو زيادة بتمرر طعم الشربة أو الأكلة وطفر هي وهحط اتنين حبهان هبصوا المستيكا لازم تدوب في الدهون يا إما ميت ورد لكن ما ينفعش إنها تدوب في المرأة لو ده بيبقى مش مستيكا حقيقية مخشوشة وورقتين اللورة كده هو أجي رحيتهم بتالت تطلع على طول هنزل بلسان العصفور أنا مدياله تقليبة من الأول علشان ما ياخدش معايا وقت بصوا لونه بيبقى دهبي كده يعني حتك علي ثانية واحدة بصوا لونه ريحة بقى المستيكا والحبهان مع الشربة بتدي طعم رائع على فكرة أنا هقولك على فكرة برضو علشان الحبهان ده ترفيش ليه بعد جده إحنا ممكن نجيب خلة سنان ونشك فيها الحبهان زي ششتوق كده 3.2 أو 3 في خلة السنان ونروح حاطين حبهان في الحاجة وبعد كده بنطلعه على طول بصوا أدي اللون بتاعي ده اللون اللي أنا عايزاه مش عايزة أغمق من كده ده لون لسان العصفور المناسب ليا حاجة هحط الدقيق معلقة كبيرة مليانة دقيق وبقلبه كده مع لسان العصفور وبعد كده مكعبات المرأة أهو و هنزل عليهم بالشربة بتاعتي بسم الله رحمة الله عايزة بقى أقولك على حاجة لو أنت عندك دوف أو أنت عايزة تعملي الشربة من بدري خلاص و عايزة بصوا لونها غامق عن الشربة العادية عشان فيها دقيق نوطي بقى النار عشان لسان العصفور يستوي و هنزود الباقي مية من الشربة هزود مية بسم الله عشان بصوا بصوا كمية مية عشان لسان العصفور يستوي خدتوا بالكم أنا حطيت المية مش سخنة علشان أهج الحرارة بتاعة المرأة وأخليها بعد كده تغلي وتسويلي لسان العصفور بالراحة و كده هو وبعد كده بشيل الحبهان بعد ما يستوي لسان العصفور وبشيل ورق اللورة وبقدمها طيب أنا لو عندي ناس اللسان العصفور من الحاجات اللي بتشرب السوائر فهعمل ايه هروح حط بس الشربة عليه وأغليه غلوتين وأطفي عليه وأسيبه هسيب الشربة هي هتشرب اللسان العصفور هيشرب المرأة وحيستوي على الحرارة بتاعته هسيبها على جنب ساعة التقديم بروح بقى مزودة المية وأغليه غلوة وبقدمه فهمتوني يعني اللسان العصفور هسيبه على الحرارة يكمل سوائه مجرد تغلي الشربة لما حطها عليه وأسيبها 3-4 دقيق وأروح طفي عليها ومغطيها الحلة وسيبها على جنب هي على ما يجي ساعة وقت التقديم بقى هيكون شربة المرأة بتاعته لكن أنا دلوقتي علشان هنقدمها على آخر الحلقة فأنا هسيبها تكمل سوائه خلاص هنجيب الكبشة وحوريكو علشان نطلع الفاصل بصوا هو لسه لسه ما استواش المرأة شايفين غمقه عشان دقيق دي التربية يعني المرأة تبقى تقيلة مش شربة العادية المرأة بتبقى تقيلة بتاعت الشربة طمع خطير زي الأفلام العرب القديمة بيقولك شربة بالتربية دي شربة على طريقة الجدود بتاع الزمان هنروح بقى دلوقتي على ما تستوي هنروح لفاصل وارجعلكم بعد الفاصل الثاني استنوا رجعنا من جديد احنا محطيني الشربة دلوقتي تكمل سواها على النار علشان اللسان العصور يستوي هنعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل وصفة يوناني شرقي هي اسمها موزاكا موزاكا يعني مسقعة باللغة بتاعتهم بس المسقعة بتاعتهم مش بس بتنجان بيبقى فيها كوسة وفيها بطاطس وفيها توم هنعمل مع بعض دلوقتي الموزاكا اليوناني او المسقعة بتاعتهم هستعمل كيلو بتنجان رومي كيلو او تلتة اربع كيلو كوسة نصف كيلو بطاطس لحمة مع الصجا عصير طماطم معلقتين صلصة معلقة سكر كبيرة فصين تلاتة توم بقدونس هستعمل اربع كبايات لبن واربع معلق دقيق سامنا وحستعمل جبنة موزا ريلا او جبنة رومي مفشورة اللي موجودة عندك اول حاجة حاجة اعمل حاجتين هعمل الدقيق وهعمل السوس بتاع الطماطم بتاعي شوية زيت و عشان سوس الطماطم بس خلينا جيبها هنا احسن بصوا اهي هحمر الصلصة وحاجي في انق تاني هشتغل على البشاميل هعمل البشاميل بتاعها لان المسقعة بتاعتهم فيها بشاميل هحط اربع معلق سامنا هاستنى ان هي تسير وهنا هو الصلصة بتاعتي عايزاها تشكشك شوية يعني تستوي شوية الصلصة قبل ما دفلها بقية المكونات وهنا هو ادي بتاعت البشاميل السامنة هحط الطم فيها قبل ما حط الدقيق هي مختلفة شوية عندنا ادي بصيني الطم ودي شوفوا الصلصة اهي بتشكشك معها طبعا انا ببقى مقطعة البتنجان والكوسة والبطاطس لحلقات ومحمرهم في الزيت او في القلاية الهوى او مدخلاء والفرن المهم ان هما يستويوا يبقوا بالثوم كده اهو بص بص يا يازر ايوا اهي اهو وهنا الطم اول ما يبتجي ريحته تطلع مش لازم يصفر بس المهم ايه ريحته تطلع حاجي اربع معالق دقيق معلقة الاكل هي مليانة شايفين علشان الناس بتسأل دايما على البشاميل واحد اتنين تلاتة اربعة اهو واقلب بس طبعا البشاميل اللي عاجب بقاش فيه توم بسوا هي كده مسكت محتاجة شوية مادة دهنية تاني فهناعمل لي نقطة الزيت بقى هحط معاها عشان البشاميل اللي يفق معايا الدقيق اهو بسوا ده اللي انا بقول عليه ونيافضل يغمأ ويغلي لغاية لماء من رغاوي هنا الصلصة بس خلاص كده برضو عملت فوم زي الرغوة ده معنانا خلاص كده كافية شايفين الرغاوي اللي فيها هروح عاملة ايه هروح حطة بسم الله الرحمن احنا معصير الطماطم وهحط معلات السكر في الفل سود والملح عشان ارجع هنا للدقيق عشان ما يتحرقش مني لسه الدقيق ما استويش اعرف ازاي المستوي اولا لونه بيغمأ شوية تانيا رحته بتطلع وبيبقى كله عامل زي الرغوة هو لسه شوية بيبقى زي رمل البحر المبلول كده وعليه رغاوي بس هو حيبقى معاك اول ما لونه بتجي يغمأ وهنا الصلصة اهي الصلصة مع عصير الطماطم هحط فيهم اللحمة المفرومة المعصدة بتاعت ويأديهم غلوتين اللحمة طبعا مستوية هتاخد غلوتين لو خدتوا بالكم صلصة الطماطم اللي انا حطتها تخين عشان دي من التحضيرات اللي احنا عاملينها الرمضان بصوا ادي لون اللي دقيق ابتدى يغمأ هنزل عليه بقى باللبن مع المضرب السلك اللبن بدرجة حرارة القوضة بسم الله الرحمن الرحيم مع المضرب علشان ما يكلكعش كده لغاية لما يبتجي يغلي هتكون معايا كريمة سليسة حلوة طعمها فضيع طبعا احنا المصريين كلنا من عشاق بشامل بصوا اللحمة هي بالنسبالي خلاص الصوص بتاعها شايفين سمكو هشيلها من على النار عشان هتقض طبق بك كده و قد بهد الدنيا هجيبها هنا عشان لما بتجي اشتغل فيها وارجع للبشامل البشامل لازم يفضل يتقلب يعني مش على طول بس كل شوية علشان هتلاقوا لو ما قلبتهوش الدقيق بيرقوا تحت فهيفصل عن بعضه فلازم يتقلب علشان يبقى حلو معاك هنملاحو على ما يغلي الاربع كبيات لبن هتاخد كباية البشامل في المعلقة الشاي دي هتاخد ربع معلقة ملح يعني الاربع كبيات هعطتلهم معلقة وده كافي ورش فلفل سويد بسيطة عايزة عايزة مش عايزة مش لازم لسه مغليش فعشان كده لسه خفيف وانس النغلي هتلاقوه تقل معاكو خلاص هكون مجهزة طبعا الطاجن اللي أنا هشتغل فيه أو الصينية أو البايريكس وتبقى انت هتشتغل في ايه بص يتقل بس بس لسه مع اللي انتو عايزينه ابتدى البشامل يتقل بصوا ملاحظين أنا ممكن اعمله لكم بالمعلقة علشان تحسوا بالصمك بتاعه وهو لسه مغليش اهو ابتدى يغلي اه شايف عسل اهو ايوه الباولز اهو بصوا اهو لازم اهو بالمضرب السلك بقى علشان مايبقاش فيه اي تكتلات ويبقى كريمي ونعم يعني مضرب السلك ده بصراحة اختراع للبشاميل خلص كده هشيل السوس بعيد عن النار وهو سخن بقى شوية موزاريلا فيه وهو سخن عشان تسيح نص الكمية تتحط فيه ونقلب كده بصوا علشان تسيح الموزاريلا على سخون الموزاريلا البشاميل وهتلاقيها تخنته يعني بتمط كده وتخنت السوس الوصفة دي بتبقى حلوة جدا وعلى فكرة فيه ناس بتحب تحط كمان مع اللحمة المفرومة زبيب مشهورين قوي بالزبيب بس انا ايه النهارده ما حطتوش قلت خلينا تقليديين شوية هعمل ايه بقى اول حاجة هجيب الطبق او الطاجن اللي انا هستعمله اهو وحاجة هنحتاج معلقة تانية يا صباح الفل يا مهة يا مهة التليفون موجود حاول تكلمينا تانية مهة انا هشيل بقى ده وحاجة هحط شوية من الصوس واللحمة تحت حاولوا ان الصوس يكون جوسي علشان يتطبخ خلينا ايوه نجيب ده عشان نعرف نشتغل اول حاجة هحط الطبقة مثلا من البطاطس اهي مكاوماش فوق بعضها علشان انا هحط لسه ليرز تانية يا استاذ جمال منار يا منار ازاي حضرتك اهلا يا جميلة ازاي الحمد الله بخير عامل انتي الحمد الله حبي بتقلبي عايزة اسأل على طريقتي للبشامين اللي من الاول عشان انا لحفتك بالاخر عناية الاثنين حاولهالك من عناية يا روح البطاطس بالطبقة من الكوسة احنا احنا قلنا الخضار ده كله الطعناء ويا اما بتحمريه في الزيت اما بتدهنيه في زيت وبتدخليه الفرن اما بتعمليه في القلاية الهواء زي ما انت عايزة الطريقة اللي انت بتحمري فيها الخضار بتاعتك اهو ما بحطش عليه اي حاجة ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة علشان يطلع طعمها مزبوط معين اهو كده واخر حاجة هحطها البتنجان طبقة من البتنجان وبعد وبعد كده حاجة حاجة صوس تاني احنا البشامال بتاعنا ده حطينا فيه توم يعني شوحنا التوم الاول اول ما رحته تطلع ننزل بالدقيق وبعد كده هحط طبقة تانية من البتنجان يعني البتنجان هو الوحيد بحط منه طبقتين بقية الخضار هي طبقة واحد كده خليني يا شيل ده لا يقع علي وهو وهحط طبقة من بقدونس واخر حاجة البشامال اللي عملنا وحطينا فيه الموزاريلا وهدخلها الفرن الفرن يكون مسخنا الحرارة من تحت بس عشان انا عايزها تغلي وتستوي مش عايزة الوش بس يتحمر فبشغلها من تحت بتاخد لها ساعة لغاية لما تستوي والسوايل اللي فيها كلها تمتزج مع بعضها والخضار طبعا كله يستوي هي عايزة شوية كمان اهو يا فرحة حبيبة قلبي زكي يا أمر عملة ايه الحمد لله يا حبيبتي عين جميلة بجد بنورة حبيبة قلبي بنورك انت اللي فرحة والله اسمك يجنب حبيبتي بشوفك بفرح والله حبيبة قلبي تسلميلي يا رب انت جميلة وساكلك حلوة حبيبة قلبي ربنا يخليك إلي عينية ليك يا جميلة حبيبتي حبيبتي والله عينية ليك عايزة أحلى صباح لأحلى فرحة اسمها كده يدي طاقة إيجابية يدي فرحة بصراحة يعني كده وبعدين هنجيب لينكس ونمسح ماشي ايوة ثواني سي استنى بس عشان نمسحها كويس ما تكروتنيش آها كده وبندخلها الفرن عايزة أقولكو تعمها بيبقى حلو جدا جدا الوصحة ممكن لو عايزين نحط مزارلة على الوش يعني لو عايزين نحط على الوش مزارلة حسب ما انتو عايزين هو قريدي أنا حط جوه البشاميل مزارلة بس طبعا على الوش كمان لو في جبنة رومي حط المزارلة في البشاميل وتجبنة رومي على الوش ليه بقى لان الجبنة الرومي اللي على الوش بتدي طبقة مقرمشة خرافية بس خف الملح بتاع البشاميل علشان الجبن دي كلها بتعمل هتملح الحاجة قوي خلاص هناخده الفرن بسم الله هنحطه بالفرن ساعة بعد الساعة دي لو احتاجت انك تزوج النار على الوش هتشغل الشوايا محتجتيش هيني حسيت ان اللون الوش خلاص حلو خلاص ادفع عليه وطلعيه ما تعمليش الشوايا لكن لو لقيت ان الوش محتاج شوايا دقيقتين كده الشوايا هيتشغل معاكي خرافي هنعمل دلوقتي عصير حلو قوي طعمه جميل ومغز جدا جدا هنقول المقادير بتاع عصير ابوكادو بالنعناع هحط فيه كيوي كمان المقادير حبتين كيوي الكيوي عندنا صغن فاجبنا كذا واحدة نص كباية ورق نعناع لمونة سافرة باشرها لتر مية وسكر اختياري طبعا حسب كمية السكر انت عايزة والتلج اختياري لو مش عايزة نحطي تلج ما تحتيش انا هعطت شوية تلج بسيطة حاجة اعمل ايه الافوكادو عايزة وليكو تعرفوا انه مستوي ازاي مش لازم نقعد نفعص في الافوكادو بعرفه من هنا شايفين حتة دي دي لو لو لقتيها بزة كده هتقع ده معنا انه مستوي لو هي مسكة قوي داخلة جوة معنا انه قدامه كتير انا النهاردة عايزة وسط لان انا عايزة ما يكونش جامد وفي نفس الوقت عايزة لونه اخضر حل عشان ده عصير مش حعمله غامق ايه طلع العصير غامق معي فاجب اهي دي دي اهي مش مش هتقع بس لو جيت عملتها بسبوعي كده اهي ما تطلعش بسهولة ما تلعطش بسهولة بس تلعط يبا دي سواها وسط خلاص هيجي علشان اعمل اهي هشيل ال ال والمعلقة اللي ايواء النواة بتاعت البزرة بتاعتها وحيجي اخد اللوب بالمعلقة وححطه اهي دي اسهل طريقة علشان بصوا الافوكادو يطلع معي بسهولة اهو كده نزلنا كل اللي في دي نعمل التانية اهي كلها اهو قد ايه الدهون اللي موجودة في الافوكادو صحية قد ايه مفيدة جدا 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 هحط النعناع النعناع ورق بس مش هحط النعناع بعرقه ورق بس خلاص ودي الكيوي المزازة بتاعته فضيعة طبعا الكيوي بينقشره خلاص لسه لاحط السكر ولاحط حاجة حديهم ضربة الاول بسم الله رحمة رحمة دربة الاول العصير ده هضرب اللمون لوحده اللمون اش هضربه معاه علشان اللمون لازم حصف فيه وانا عايزة النعناع وعايزة بزر الكيوي وعايزة الحاجات اللي موجودة دي وقشر اللمون بدي طعم حلو قوي انت ممكن تعصري اللمون عليه وخلاص بس تصدقيني قشر اللمون لو عملتها بقشر بتبقى فضيعة بسم الله قطيت السكر والتال حطه ماهليس احنا هنزود ممكن كوبات تانية احمد علشان انا مش مال يقل للاخر عشان لسه هقوم هحط اللمون خلاص هحط ده هنا عشان عاف اشتغل لسه اللمون هجيب بقى هحط شوية مية وممكن نحط السكر السكر تاني طبعا لحسب السكر اللي انتو عايزينه وحضرب اللمون لوحد عشان قلنا اعرف اصفيه هحط لحسب بضرب اللمون لوحده اهو وبصفي عشان القشر كده هروح مزودة اللمون هنا وخلينا نحطه في كبايات الفاصل عشان نلحق الفاصل اوكي هتلع دلوقتي باع الفاصل وارجعلكم بعد الفاصل تاني استنونا رجعنا من جديد حنامي ايه دلوقتي حنامي صنف حلو مصري أصيل تقليدي سهل جدا يعني ساعة ما بتبع نفسك في حاجة حلوة أسرح حاجة ممكن تعمل لها ليه البوغاشة وصفة قديمة قديمة جدا بس لغاية النهاردة هي وصفة نجحة المقادير بتاعته ايه؟ كباة ونص دقيق نص معلقة بيكن فاودر معلقتين زيت ومعلقتين نشا وحضا هحط لها سكر بودرة ممكن تحط لها شرباط يعني ممكن تساقطيف شرباط بس أنا بعمله بسكر بودرة وممكن تحطي عليه قرفة لو عايزة أول حاجة هنجيب الدقيق بتاعنا كباة ونص دقيق هلو خلطاها بمعلقتين النشا النشا بيدي أرمشة للعجينة أوكي؟ عشان كده بيبقى حلو في العجينة رشة ملح طبعا دي أساسية من غير حتى ما تكتب في أي مقدار رشة الملح دي حتى هي صن والبيكن فاودر دي المقادير الجفة بتاعتي كلها حاجة أحط لها معلقتين الزيت قبل المياه قبل أي حواء خالص وزي ما بقول لكم دايماً أنا أي عجينة لو أنا غلفتها بالزيت الأول ده بيديها أرمشة زيادة خلاص لأن الفرق ده بيطلع الجلوتين اللي فيها والزيت بيغلب حبيبات الدقيق فيخليها مقرمشة وإحنا عايزين البغاشة بتاعتنا تقرمش زي كده ما بنعمل الزلابية بنحبها مقرمشة خلاص بعد كده بضيف المياه عليها خلاص أنا هون فرقتها كلها بالزيت وحاجيب المياه بتاعتي أحطها عليها طبعاً أنا هحط مياه سخنة على المياه العادية عشان تبقى المياه بتاعتي دافية وحط الماء شوية شوية العجينة دي بترتاح على الأقل نصف ساعة يا أستاذ حسين ألو ألو أزايك عامل إيه أخبارك إيه الحمد لله لنور عليك يفيف والحلقات تاريك كلها جميلة تسلم ربنا يخليك تسلم يا ربنا ربنا بيك الصحة كده فيك تسلم عناية ليك ناشي من عناية إن شاء الله شكراً أهو كده بلم العجينة بالتدريج وبحط المياه بالتدريج وبحطش مياه على طول عشان كل دقيق المياه بتاعته وغير التاني العجينة هي لمت بس نشفة محتاجة نقطة مياه نقطة من المياه هحط بسم الله نقطة مياه وزي ما قلنا لازم العجينة تتساب نص ساعة ترتاح علشان لما أجي أطحها وأجي أقليها تنفش معايا أهو بصوا كده طبعاً المفروض إن أنا أقعد على الأقل خمس دقايق أعجن فيها وبعد كده بسيبها ترتاح وأفردها بعد كده لما أجي أفردها برضو بحط لها نشا يعني بحط نشا عليها قبل ما أفردها وبحط نشا على القالب البوردة بتاعتي اللي بقى حشتغل عليها نشا مش دقيق أهي العجينة بتاعتي هي عايزة عجني كمان شوية بس طبعاً عشان وقت الحلقة انت بتعرفي إن هي خلصت لما تنعم دي لسه مش نعمة دي مش نعمة فده معنا لازم تتعجن تاني لغاية لما تبقى نعمة بصوا لي عشان لما أجي أفردها بصوا لأنا أفردها شايفين؟ شايفين النقومة بتاعتها أهي شايفينها نعمة إزاي؟ أيوة أهي فبتبقى نعمة خالص حاجي أفردها أكامل عشان أنا فردتها من الأول النشا تحتها وحرش عليها شوية نشا برضو تانيين كده ده بيزود الأرمشة الأرمشة بتاعتها خلاص كده هو وابتدي أقطعها أهي ابتدي أقطعها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالحجم والشكل اللي أنت عايزيه أهي بتقطعيها وزي ما قلنا بعد ما بنحمرها بنرشلها سكر بودرة وقرفة أو بننزلها في السيرة في الشرباط اهو بالشكل اللي أنت عايزاه يعني أي شكل اللي أنت عايزاه ممكن تتقطع بالقطعات تبقى مدورة بسوى كده أسهل بصراحة أهي هاخدها في الزيت السخ بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلها في الزيت وانت بتحمريها بقى هقولك على حاجة زي البوف كده السنبوسة كل ما بتحط لها زيت من فوق كل ما بتزوي دي الأرمشة بتاعتها بمعنى إيه يعني كده وهي وهي بتتحمل نا فاشت شايفين ليه بقى عشان ارتاحت كويس لازم على الأقل نص ساعة ترتاح اوعي تستعجيلة قوي ده بيكين باودر مش لازم يقضي أخمر لأ حتى لو لو بيكين باودر مش خميرة الدقيق نفسه لازم يرتاح لازم العجينة ترتاح ده مش اللون اللي أنا عايزة أنا عايزة أغمق من كده بس أنا علشان أخليها تقرمش بقلبها وبرجع أقلب تاني كده عايزة معلقة لو سمحت يا أحمد معلقة أنا اللي قدامي المعلقة الزغيرة مش هستنى لسه المعلقة تيجي علشان أقلبها اهو بسه اهو شايفين اللون الدهبي الحلوة المعلقة مش مساعداني إن أنا أقلب ممكن أعمل شوطة بقى أيها اهي شايفين فزيعة خلاص كده وابتدي أشيلها من الزيت وزي ما قولنا يا أمّة بتنزليها في الشربات السوخ ده عايزة يا أمّة بتحطي عليها سكر وقرفة من الحاجات الأديمة التقليدية اللي أمهاتنا كلهم كانوا بيعملها لنا وإحنا صغيرين عشان لو عايزين حاجة حلوة أهو والسكر البودرة طبعا بنرش عليها وبنقطعها كلها بصوا أنا عايزة أقطع لكم كمان شكل تاني بيبقى حلوة قوي فيها اللي هي المسلسات بتبقى حلوة قوي اللي هي بتبقى بنعملها عكس بعد كده أهي بصوا كده نفس الفكرة بس شكل تاني وبعدين انت ممكن تخلي ولادك كمان يحمروها معاكي أو يقطعوها معاكي بتشجعيهم إنهم ما يشتغل حالوكم بعد دلوقتي الفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني استنونا رجعنا من جزيد أبما نقول حنعمل النهاردة نقول مأزير بلح الشام كبايتين اللي ربع زقيق كبات مية أربع بيضات تلات معالق زيت معالق كبيرة سكر فانيليا ورشة ملح وطبعا الشرفات أول حاجة بنغلي المية مع الزيت وأول ما تغلي بروح حتى السكر والدقيق وأقلبهم مرة واحدة غاية ما تبقى زي الكورة بعد كده أبعده عن النار وأبتجي أقلبه لغاية لما الحرارة بتاعته تهدى وأبتجي أضيف البيض واحدة واحدة مع الفانيليا وأعجن العجينة بالمضرب الكهرباء لغاية لما تبقى عجينة نعمة تماما هحط الزيت على النار الزيت يكون بارد بلح الشام بالزيت الزيت لازم يكون بارد وبكيس الحلواني هبتجي أشكله وأقطع بالمقاص هو في الزيت البارد واستنى على الزيت يسخن ويحمر لي بلح الشام بتطلع هش وجميل وحلو جدا عملنا إيه بقى النهاردة عملنا المزاكا أو المسقعة اليوناني بالبتنجان وبكوسة والبطاطس البشاميل بتاعها شوحنا فيه توم الأول فصين كبار توم شوحتهم قبل مزود الدقيق وحمر الدقيق وانزل عليه باللبن بعد كده وحطيت في البشاميل بعد ما خلص جبنا موزاريلا وحطينا سلسط التماطم حطينا معاها معلقة سكر لأن البتنجان مع السكر بيدي طعم حلو جدا وبعد كده حطينا البشاميل على وش الخضار واللحمة ودخلناها الفرن عملنا شربة لسان العصفور بالتربية حتلاقوا أن المرأة بتاعت الشربة بيضة تقيلة وقادي لسان العصفور فيها لونه فاتح ما تغمقهوش عن كده الشربة جميلة راحتها رائعة والمرأة بصوا تقيلة دي التربية اللي هي الدي ايه دي بتقلي الشربة بشوح الدي في ما لقى السامنة لغاية لما رحته تطلع مع المستيكا وورا اللورة والحبهان وبعد كده بروح حطى اللسان العصفور بقا وطبع انت هتعمل ايه بس هي دي التربية اللي هي الدي ايه مع البهارات والتوابل والمرأة عملنا عصير ابوكادو بالكيوي مفيد جدا وطعمه حلوي جدا مفيد ورائع ده العصير بتاعنا وعملنا اخر حاجة البغاشة الجوب البغاشة حطينا واحدة عليها شربات اللي هو الانسيرو واحدة بالسكر البودرة وصفة سهلة وبسيطة ادي بالسكر البودرة وادي هنا زي بالزبط الزلابية في بينها بالشربات وفي بينها بالسكر ممكن تعبليها بالشوكولاتة لو عايزها ممكن تعبليها بالفواكه يعني ممكن تتحشي موز ممكن تتحشي فراولة اللي انتي عايزاها وحنعملها لكم مرة بالكريم شانتي والفواكه ان شاء الله قريب يارب تكون حالة النهاردة عجبتكم لينه حلقات تانية كتير اشتركوا على خير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة